أنا أخشى أن هذا احتمال ممكن وهذا مؤذن لأننا رأينا القوميين والتوترات القومية في كلا البلدين وأنا قلت سابقا أن سربيا هي أكبر بلد في المنطقة ويجب أن تقود ويجب أن تظهر مرونة حتى تتوصل إلى حل وأعتقد أن إطالة هذه الأزمة لا تفيد أحد وأيضا الجانب الكوسوبي يجب أن يكون أكثر مرونة ولكن بشكل عام أعتقد أن هذا خطر أن تصبح البلقان حرب بالوكالة بين الغرب وروسيا لأن روسيا بشكل كامل تدعم سربيا الآن لأسباب مختلفة لأسباب دينية لأسباب سياسية وأيضا الأسباب استعمارية قد يمكننا أن نقول هذا ولكن على الجانب الآخر الغرب لا يدفع كذفه حتى تحافظ على استقلالها المشروع لأسباب دينية لأسباب دينية شكرا